النداء هو الأسلوب الثاني من أساليب اللغة العربية وهذا الأسلوب أيضا نستخدمه يوميا فأنت عندما تطلب من شخص شيئا أو تطلب أن يأتي إليك فأنت تنادي وتستخدم أسلوب النداء سواء عرفت قواعد استخدامه أم لم تعرف والنداء ما هو؟ هو أسلوب يطلب به إقبال المنادى الشخص الذي تناديه أو الأشخاص الذين تناديهم أو التفاته إلى أمر ما أو تطلب من هذا الشخص المنادى قد لا تطلب منه أن يقبل أن يأتي ولكن قد تطلب أن يلتفت إلى أمر ما أمر معين أن ينتبه إلى شيء فأنت تناديه أو تستدعيه لمخاطبته مثل يا علي هذا أسلوب نداء فمكون من شيئين أداة النداء يا وعلي وهو المنادى إذن الكل يطلق عليه النداء أو أسلوب النداء المكون من أداة النداء أو حرف النداء والمنادى الشخص الذي تناديه أو تطلب منه أن يلتفت إليك هو المنادى وهناك ركنان لإسلوب النداء لابد أن يتواجد هذان الركنان في أي إسلوب نداء وإلا لا يعد نداء الركن الأول هو أداة النداء وهي هنا يا وهناك أدوات أخرى للنداء سنذكرها لاحقا ولكن هذا الركن هو الركن الأول وهو أداة النداء سواء كانت يا أو أ أو أي أو الهمزة أو و كما سنذكر والركن الثاني وهو ركن مهم أيضا ولابد أن يأتي في إسلوب النداء وهو المنادى والمنادى في هذه الجملة هو علي وهو الشخص الذي تطلب منه أن يلتفت إليك أو تطلب إقباله أو تستدعيه لمخاطبته والمنادى وهو الركن الثاني هو الإسم الظاهر لا بد أن يكون ظاهرا المطلوب إقباله بأحد أحرف النداء نحو يا سعد فحرف النداء الركن الأول يا وسعد هو المنادى وهناك أحرف مثل ما ذكرنا أو أدوات للنداء الحرف الأول يا وهو الحرف المشهور والذي نستخدمه كثيرا ونستخدمه للمنادى عامة سواء كان هذا المنادى قريب أو متوسط في المسافة أو بعيد في المسافة فنحن نقول يا محمد يا خالد يا عبد الله يا طالب سواء كان قريبا أم متوسدا أم بعيدا فهي مشهورة ونستخدمها كثيرا الحرف الثاني أو الأدوات الأخرى الهمزة وأي لنداء القريب فنحن نقول أمحمد إذا كان قريبا ليس بعيد أمحمد أو أي محمد إذا كان أيضا قريبا لكن هناك أدوات نستخدمها للبعيد وهي أيا وهيا وأا فنقول أيا خالد وهيا خالد وأا خالد إذا كان بعيد وهناك وأوة ونستخدم هذه الأداة للاستغاثة في حال نداء الاستغاثة وسنبين ما هو نداء المستغاثة لاحقا بمشيئات الله سبحانه وتعالى ترجمة نانسي قنقر